كنت أنا الشيخ ربيع شيخنا الشيخ ربيع والشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله أيضا مشايخين لا تسمعون به صاحب تسهيل المنطق وكننا في دولة إسلامية ما فبجوارنا مسجد يسمى البيت المعمور فصلينا فيه بعض الأوقات فرأينا ابتهالات ودعاء لغير الله وشركيات الترويح صلوا ثلاث ساعات لكن هذر لا تدري ماذا يقول أبقل من ربع دقيقة وإذا به يقول ولا الضالين ثم لا يقول أمين يعني أحدهم كان يضربني على جانبي من هنا لماذا تقول أمين لماذا تقول أمين والله هذا حصل في رمضان سنة واحد وأربعمائة وألف العجرة في بلد مسلم ثم لما رأينا تلك الابتهالات أخذنا نصلي الترويح أنا والشيخين في طابق الخامس وبقي بعض من معنا وكانوا من الإخوان المسلمين سبعة عشر بقوا يصلون في هذا البيت المعمور المليء بالخرافات والشركيات فقلنا لهم أين صليتم؟ قال لهم الشيخ أين صليتم؟ قالوا صلينا في البيت المعمور نحن صلينا في الدور الخامس في هندو قال أما نحن صلينا في السقف المرفوع وهذه من طرائف المشايف شيخنا الشيخ ربيع وشيخنا الشعب المحسن إذا سفرت معهما لا تملهما إن أردت علما أو أردت طرفة طرفة لا تتعارض مع الأدب لكن لا تملهما أبدا ترجمة نانسي قنقر